استضاف مصرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب ضمن ندوة ثقافية نظمتها لجنة الشباب التباعة للمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان القيادة الشبابية بين الواقع والحلم وذلك بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إناس عبدالدائم أكدت تراغب في كلمة لها أهمية المكون البشري في المجتمع المصري وضرورة الاهتمام بتطويره وعربت وزيرة الثقافة عن تقديرها للجهود التي تبدلها الأكاديمية الوطنية في تدريب الشباب والارتقاء بمعارفهم وقدراتهم